نكمل ويه جزء الثاني من المحابرة الثانية يعني بعد ما قيمت من الشغلات اللي لازم أقيمها من الشغلات اللي لازم أقيمها هي الإكلوجين يعني أنا لازم أشيك الإكلوجين شنو الشغلات اللي أنا لازم أقيمها يعني أخلي الباشينت يطبق بالسنتريك ريليشن أو بالمكزمان انتركاس بيشن وأشوف شنو اللي ليصير أكو إكلوجي الانترفيرنس بتوين الأبر أند اللاور تيث هاي الشغلات اللي ممكن ألاحظها الشغلة الثانية يعني أشوف دورينغ ذي الإكلوجين السترس وين داي يصير على يار مناطق والنمبر وين الباشينت داي يطبق شنو مناطق الالتقاء بين الأبر أند اللاور جو دا الأماونت ما للأبر أند اللاور بوستيريور تيث والإنسايزال سيرفز ما للأبر أند اللاور انتيريور تيث هذي المناطق اللي يصير بيها أترشن مرات إذا كان أكو مشكلة بالإكلوجين فدورينغ الإكلوجين سطوح الأسنان هذي تتآكل زين من تتآكل لها أسبابها مرات تقدم بالعمر مرات فقدان الأسنان مرات خلل بالإكلوجين فهذي عملية تآكل سطوح الأسنان دورينغ الإكلوجين يصحولها الأترشن فأني لازم الأماونت أند الباطرين أو دالأترشن أو دالأترشن أو دالأترشن اللي تيجي من الإكلوجين فنكشن هم لازم ألاحظها إذا بيشن تعدى أترشن ذالإنتر آرش سبيس آبالبول فور اللي بلسمنت أو دالأترشن يعني السبيس الموجود بين الأبر أند اللاور آرش اللي هي يصحولها إنتر آرش سبيس اللي هو اللي لازم أشيكها وأعرفها حتى أعرف المساحة المتاحة اللي للفلنغ اللي أنا أخليها يعني مثلا عند مثلا ديب بايت والسبيس بين الأبر واللوار آرش كلش قليلة وأني أجي أخلي الفلنغ كلش عالية وبعدين من أشيك الإكلوجين راح ألقي الفلنغ عالية وبها هاي سبوت وراح أتعبني لازم أنزلها كلية هلاء من البداية اللي أنا أشيك وأتوقع جد الاسبيس بين الأبر واللوار آرش الموجود حتى أخذ راحتي بالشغل يعني أنا من أخذ معلومات عن الإكلوجين كاملة ما للبايشينت راح أعرف أختار شنو نوع الريستوراتيب يعني إذا بايشينت مثلا عدد أترشن أو الأترشن مراتي تيجي نتيجة البروكزيزم لكلينتشنج يعني البايشينت يسوك على أسنانه فمرات من يسوك على أسنانه البايشينت يحتاج رستوراتيب ماتيرير تكون قوية ما يصير بيها فركتر أثناء البروكزيزم أو لكلينتشنج هذي أول شغلة الشغلة الثانية مثلا مرات أنا يحتاج أسوي ديزاين خاص بالهبربريشن والرستوريشن ماتي بحيث حتى تتحمل الإكلوجيال فورسز أثناء الإطباق هذي كلها محلومات أنا أحصل عليها بالإكلوجين هسا راح نجي لعرف شنو الأتريشن وشنو المقصود بي أنه صاير عدنا ويرنس أكلوز لي كوز باي ذي أكلوز البارا فانكشن يعني هي فانكشن مو طبيعية أوكي اللي هي منضمنها البروكزيزم البايشن تعرفون شنو بروكزيزم أنه البايشن يصير يسوك على أثنان إحنا نصحها بالعامية اللي هي يصير عدنا أكلوجيال نتيجة لهذا يصير عنده أكلوز وير الأسنان سطوح الأسنان اللي هي قلنا الأكلوز والسيرفيس والإنسائز السيرفيس ينأكلن هذا يسوح للأتريشن في هذه أثنان الفاس على الأبوزن تيث ما تشوي الفاس يعني تشوفوها نتيجة الأكلوجيال القوية أنه سطوح الأسنان تنأكل فيصير مثل عندنا أنه طبقة المينة إن شاء ويصير مثل الحفرة بالأسنان هاي الحفرة وطبقة المينة المشؤولة ومرات يصير عندنا أكسبوز دنتين لأنه اللي قلنا المينة إن شاء الإنمور إن شاء فالدنتين يطلع فهذه المنطقة يصبح لها فاتس فاست فاست على الأبوزن تيث ماتش وير إذا التحقيق يستطيع بإستخدام بإستخدام يعني هنا يقول إنه شنو علاج الأترشين اللي جاي من البروكززين إنه البشين يوصفو له أغلب الأحيان نايد كار لأنه البروكززين دائما يصير أثناء النوم بالليل فيوصفو للبشين نايد كار اللي هو عبارة عن أبلايينس للأبر واللاور آج يلبس البشين أثناء النوم حتى يقلل هاي الظاهرة ويقلل الفاس أو الأترشين تمام هاي بالنسبة للإكلوجين بعض الشغلات اللي تحتاج إحنا نسوي لها إيبالواشن الإيبالواشن of the tooth integrity and الفركتر نسرا حاج أقيم التوث سلامة الأسنان وشنو الفركتر بيها أكو شي صحو الكراكت توث سندرام شنو هذا السندرام It is fairly common result of the incomplete tooth fracture يعني أكو فركتر بالسن بس صحو incomplete ما كامل هذا الفركتر هذا الفركتر incomplete يصح لكراك يعني خط كسر بالسن بس هذا الكسر رح يكون مو كومبليت البايشن شنو نيجي شنو أعراض هذا الكراكت سندرام وشن أعرف البايشن سفرين كراكت توث سندرام أفن إكسبرين كول يقول لك البايشن دكتور آني من أعظ أو من أكل أو من أمضغ رح يصير عدي ألم الألم هو شنو ألم قوي متى كلش قليلة ويصير كول يعني إحساس بالبرودة يصل سنة أثناء التشوين هاي من علامات الكراك كاسب كامل الفركتر كاسب يعني أكثر كاسب معرضة للانكمبليت فركتر اللي هو صحنا للكراك اللي من علامات إنه البايشن تصير عدة ألم قوي لمدة قليلة وإحساس بالبرد خلال الميستيكيشن أو التشوين يصح الكراك توث سندرام يا كاسب من الأسنان المعرضة لهذا الفركتر النن فنكشنال كاسب اللي هي مثل ما تعرفو لها النن فنكشنال كاسب اللي هي اللينجوال كاسب ما للأور بوستيريار تيت والباكل كاسب ما للأور بوستيريار تيت نن فنكشنال كاسب أو فين بايشين وذ ملتبل كراك تيت هاب بارا فنكشنال هاب او مال اكلو جين يعني هو يكون سببه إنه أكو خلل بالإطباق خلل بالإكلوجين فإذا البارا فنكشنال مثل ما عرفناها قبل شوية البارا فنكشنال هاب اللي هي البروكزيزيم أور اللي كلينشين أو يصير عدمال إكلوجين هذا تسبب كراك توث سندرام مرات يصير إز أيج ريليتيد فينومن يعني هذا الكراك معرض إنه يظهر أيضا ويا العمر هذا عمر المعرض لهذا السندرام يعني من الصعوبة إذا موجود عند الباشن من الصعوبة أشخصة يعني الشغلات اللي أستخدمها أنا عادة بالدايجنوزيز ما راح تنفع ويايا من ضمن هاي الأشعة الفيجال إجزاميناشن البركيشن البالب تيست كلها هاي ما راح تقدر تنطيني ديفيني من الشغلات اللي أقدر أستخدمها أو من التاست اللي أقدر أستخدمها حتى أشخص الكراك توث سندرام خلي نيجي نعرف شنو ذني كل واحدة من هنا وشون أستخدم حتى أشخص الكراك توث سندرام التوث with a crack is trans illuminated from either the facial or lingual direction يعني عرف نش ان هو عبارة عن جهاز ينطيني لايت هذا لايت أسلط على السن اللي أنا شاك به كراك أما من جهة الفاشيال or lingual direction light transmission is interrupted at the point of the crack يعني انتقال الضو رح ينقطع من يوصل للمنطقة اللي بيها كراك this result in the portion of the tooth on the side away from the light appearing quite dark يعني side مال tooth أو جزء السن اللي هو يكون بعيد عن اللايت رح يبين dark أو أظلم هاي وحدة من الشغلات اللي أستخدمها أو من التست اللي أستخدمها حتى أسوي diagnosis الكراك التست الثانية اللي هي البايتين تست is the most definitive mean of the localizing الكراك أكثر طريقة عملية ومتبعة ومفيدة حتى أشخص الكراك شون تصير having the patient bite a wooden stick rubber wheel يعني أنا أجي أجيب stick هاي الstick أما تكون خشبية wooden stick أو rubber wheel rubber wheel اللي هي عبارة عن إنه تكون rubber مطاطي أجيب البايت شنو يعظ عليها أقول عظ عليها يعني من رح يعظ على هذه wooden stick أو rubber wheel رح يصير عند السمتوم مال الكراك tooth اللي قلناها إنه خلص sensitivity sharp pain for short duration during the biting إذا صارت عند هاي العراض فأني رح أقدر أسوي الدايجنوز أو أعتمد الدايجنوز إنه إنه نجي شنو لتريتم مال لكراك توث أو نقدر نسميه إن كومبليت توث فركتش The tooth section are splinted together with a caspal coverage restoration يعني إنه دائما المنطقة الفركتش نخلي لها restoration caspal coverage يعني نغطي منطقة الكاسب بها فركتش ونسوي سبلنتنج نربط الجزئين مع الأسنان this may include the use of the amalgam restoration أو الابس to patient crown or indirectly fabricated only or rism composite يعني المهم إنه الكاسب بها fracture رح تتغطى تتغطى أما عن طريق ال direct filling الامalgam or composite أو استخدم indirect اللي هي أما ألبس التوث on lay in lay أو crown هذه treatment of the crack tooth syndrome نجي ال aesthetic evaluation in addition to an aesthetic evaluation of the existing restoration اللي شرح نها قبل شوية نجي assessment of the aesthetic of the entire dentition should be completed يعني مو بس الأسنان اللي بها حشوة أنا أقيم الأستاتي مالتها لا أقيم الأستاتي مال entire dentition كل الأسنان الموجودة كما اللي انكوان third aesthetic problem that are related to the restorative dentistry شنو المشاكل أو الأستاتي problem المشاكل الجمالية اللي إلها علاقة بال restorative dentistry اللي أنا أقدر أحلها من ضمنها stained or discolored anterior teeth يصير قدي discoloration بال anterior teeth an aesthetic مثلا الكنتور يضمن أنه أكو خلل بال length width incisal shape or axial contour هذه إذا كانت الأسنان الأمامية طبعا هي بالأستاتي أكثر شي نركز على الأسنان الأمامية anterior teeth فإذا كان أكو an aesthetic contours الكنتور يشمل أنه طول السن أو عرض السن أو incisal إجمالتها أو shape axial contour بحث شنو المشاكل الاستاتيك problem اللي ممكن ألاحظها anesthetic position or spacing of the anterior teeth إذا كان أكو spacing بين الأسنان أو أنه موقعها anesthetically بعد carrius lesion and anesthetic restoration أكو dental carrius أو أنه مش تغليل لحشوات سابقة بس تكون يعني anesthetic مو جميلة anesthetic color and or contour of the tissue adjacent to the anterior restoration اللي هي مثليش التشو adjacent restoration هي مثليش مثل الجنجبة فإذا كان مثلا excessive gingival discipline occasionally refer to as the gum smile gum smile مثل ما تعرفوها شي يصير عندنا gingival discipline during the smiling فهذه صحولة gum smile هذه تعتبر anesthetic problem the restorative treatment of the anesthetic problem may range from conservative therapy such as micro abrasion or bleaching or more invasive care such as replacement of the rism veneer ceramic veneer or complete coverage ground crown and is the procedure which is conservative and conservative on the veneer which can do micro abrasion or bleaching or more invasive or veneer veneer اضافة الى الايبالواشن اضافة الى الايبالواشن كلين اللي حجينا هنبخة انه ثلاث شغلات اركز عليها حتى اكمل اني الكلينيكال اكزامنيشن ماتي وابلش اخلي لتريتمنت بلان الخطة العلاجية انه شنو البيشنت يحتاج وشنو اني الشغلات اللي اقدر اشتغل الهي فالايبالواشن مفرم دل رستوراتيب دينتستري برسبكتب دل بريودونشيام مصبي ايبالويتيت فور يعني اني ليش اقيم البريودونشيام اول شي لتشخص الحالة البريودونشيام بريودونشيام يعني ابسطكم اياها انه اني ليش اشخص حالة البريودونشيام والبايشنت يعني اكيد انت ما تقدر تشتغل حشوات للبايشنت اذا كان مثلا عنده جنجوفايتس اذا كان عنده بليدنك اذا كان مثلا عنده انكوابراتيب بايشنت باد اورال هايجين هذه الحشوات ما راح تنفعوية فاني لازم اشيك البريودونشيام ما تقبل ما ابلش العلاج ماتي لان راح تتغير عندي خطة العلاج 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 6 7 9 9 10 10 10 10 10 11 12 17 18 20 20 20 20 البون داير ما دايرها اشوف اذا مثلا عنده بريودونتايتس اذا عنده بوكيت ومن هذن الشغلات The most consistent clinical indicator of the inflammation اني حتى اعرف انه البيشنت هذا مبدئيا عنده انفلميشن بالجنجوفايتس هو بليدنك على البروبينج اني مندي سوي الى اكزامناشن اقل طخة بالبروب صار عنده بليدنك فهذا ينطيني انديكايتنك انه البيشنت عنده جنجوفايتس بوكيتس اعرف اكزامنج إذا كان عديد إكزودات من الجنجعف والسلقس كلها لازم ألاحظها إذا كان عديد مثلاً عديد بلاك عديد كالكولوس كلها هاي ويجب أن يكون المقلسة للتشوى يجب أن يكون المقلسة لازم ألاحظها عندما يتعامل بردونشيوم يجب أن يتعامل المقلسة الموجين لازم يتخيل أنت مثلاً مرات إذا عدك البايشنت مثلاً عنده صب جنجعف الكريس هذه لازم كلها تحددها وتعرفها شنو إمكانية الشغل الجنجف تتحمل شغل أو لا البايشنت احتمال مرات يحتاج يحتاج بريودان قبل ما أبلش لرستوراتي يعني إجوز مثلاً عنده بلاك عده كالكولوس عده جنجعف هاي كلها لازم أشتغلها آني يالله أبلش في الحشوات حتى ما يصر عندي وحتى أتأكد إنه آني الحشوات ما لاتي جيد بروغنوزز ثاني إفالواشن هو عندي إفالواشن ليش أخذ آني راديوغراف مثلاً إذا البايشنت مشتغل حشوات جذر قديمة أخذ راديوغراف حتى أشوف إذا الشغل مضبوط أو لا مثلاً إذا البايشنت متعرض لتراما مثلاً عندنا تراما عندنا إنجري عندنا واقع لازم أخذ أشعة حتى أقيم التوث المتعرض لتراما وأشوف شنوضعه مثلاً إذا الحشوة كانت كلش ديب أو كانت كلش شبيرة الحشوة موجودة حتى أتأكد شنو وضعها مشتغليها صح أو لا قريبة من البلب أو لا إذا مثلاً التتريض تبلش بحشوة فشفت الكريز الموجود بيه كأنه ديب أو صعير كافيديشن بالتوث تأخذ أشعة حتى تشوف شنو وضعه ممكن يصير إنه قبل حشوة أو رح يتحول إنه تشوف قرب الكريز من البلب إذا كان أكو رام أو حركة بالأسنان أو مثلاً صار عنده فسشولة يعني بص ديطلع من التوث هذا لازم كله أنا أشيكه بالرديوغراف إذا أنت بالتريتمنت ابنان مرتك مخطط إنه تسوي له مثلاً كراون أو برج أو رموبابل بارشيال دينشار الأبوتمنت اللي راح تقعد عليه الدينشار أنت لازم تقيمه تشوف شنو وضعه بتأخذ الأكسرية تشيكه مثلاً إذا كان شكل التوث أو بي ديسكلاريشن لازم تعرف شنو سببها يعني مرات يجيك بيشنت عنده نقص بالأسنان فأنت لازم تتأكد إنه هاي الأسنان هي أصلاً يعني أصلاً ما موجودة أو موجودة مثلاً إذا كانت أدنى أسنان مطمورة غالباً تطلع بالكنين إنه يحتاج عملية فإنه هاي كلها لازم أشيكهم هذا قلنا قلنا إنه شنو اللي لازم يشوفه بالرадиوغراف يشوف الانتر بروكزمال كونتاكت إذا كان يعني الكونتاكت والإجيسنت تيت إذا أكو عدنى بالحشوات مارجنال أوبنينج إذا أوفرهنج بريابيكال راديولوسينسي إذا كان عده البايشنت راديولوسينس بالبرريابيكال آريا مثلاً إذا كان عده بريابيكال آبسيز بريابيكال غرانيولومي يسروح لها بريابيكال راديولوسينسي وذن ذي البون أوبذ التوث هذا كلها تبين بالرадиوغراف عرفنا شنو فائدة الراديوغراف أني أخذها وشون يساعدني بالإكزامينيشن والدايجنوزيز نيجي آخر إفالوواشن دايجنوستيك كاست الكاست يعني شنو يعني أنه أنا أسوي دايجنوستيك كاست أخذ إمبرشن للبايشنت وأصبها حتى أحصل على كاست ليش أخذ هذه الإمبرشن وأسوي لكاست وشنو المعلومات اللي ممكن أحصلها من الكاست اللي عندي يعني المناطق اللي أنت بتقدر شوفها خلال الكلينكال إكزامناش راح تكون واضحة عندك بالدايجنوستيك كاست فاسكس and marginal opening that may difficult to see intra-auraly are radially visible on the radiographic on the diagnostic cast يعني الفاسك إحنا قلناها شنو هي مناطق اللي يصير attrition ويصير الwearing of the animal والبهور منطقة الدنتين المarginal opening مع الحشوات الموجودة هذه مرات صعوبة أنت تلاحظها intra-auraly فرح تتبين عندك واضحة على ال diagnostic cast أيضا كيسيز انفولفن ملتبل مسينك تيث نيتو the evaluation of the الكاستنگ mounted on the semi-adjustable articulator إذا البايشنت عدي عدي مسينك تيث هو يمسوي إكزو إنت مثلا مخطط تسوي لجراون أو تسوي لبرج أو تسوي لremovable partial denture تحتاج تأخذ لإمبرشن وتسوي لdiagnostic cast والكاست تخليها على semi-adjustable articulator حتى تقيم المسينك تيث ما تك وشون اللي تحتاج تشتغله this enable the dentist to assess the occlusion relationship to plan restorative treatment حتى تخطط صاح للrestaurative treatment ما تك وتقيم the occlusion relationship between upper and lower arch الهنانا خلصنا كل الـ evaluation اللي لازم أني أخليها بنظر الاعتبار وأشيكها قبل ما شنو قبل ما أبدي أخلي خطة علاج للبايشنت ماتي اللي هي treatment plan having completed comprehensive examination كل هذا الـ examination وكل فروعة وكل شغلات اللي حجيناها هي صحولة comprehensive يعني examination شامل dentist list the problem related to the restorative dentistry من خلال هذا الفحص الشامل dentist عرف وصار عنده قائمة بالمشاكل اللي موجودة بالpatient mouth واللي متعلقة بمجال عملنا اللي هو restorative dentistry planning the restoration of the individual teeth require the consideration of the four factor أنا من أجي أخطط خطة علاج للأسنان الموجودة عندي أول شي لازم أخلي بنظر الاعتبار amount and the form of the remaining tooth structure يعني شقد من السن باقي شقد من السن رح يبقى بعد ما أحشي أو أشتغلت functional need of the each tooth يعني مرات تلقي أسنان يعني بالfunction رح يصير عليها load أثناء الميستيكيشن رح الأكلوزال الأكلوزال رح يصير كلها عليها فأني لازم أخذ بنظر الاعتبار أنه هذا التوث رح يصير under accruzal forces functional need مع كل كل توث مثلا الpatient أكثر شي طبعا نحن ندري أنه الpatient بالتشونج بالميستيكيشن أكثر شي مثلا يركز على posterior teeth أكثر أكثر من anterior teeth فهذه لازم أخليها بنظر الاعتبار الأستاتيك نيد ما الإيش توث يعني أنا مثلا بالأستاتيك نيد دائما بشغل ماتي أحتاج أركز على anterior teeth أكثر من posterior teeth لأنه هي بالأستاتيك زون الفاينال objective of the overall treatment plan شنو الأهداف مع التريتمان بلان ماتي بشكل عام تمام هاي كلها أخذها بنظر الاعتبار بالتريتمان بلان هسا نيجي على السيكوينز مع التريتمان ماتي شنو أبلش وكل خطوة بخطواتها ومنه إلى الأسبقية بالتريتمان ماتي يعني بشكل عام هدفي من restorative treatment أنه أسيطر على active disease يعني مثلا active disease اللي هو dental carris بنعرف إحنا dental carris ما يوقف إذا ما نوقف بالحشوال ما لتنق فأني أخلي بنظر الاعتبار وبالأسبقية active disease اللي هو dental carris لازم أسيطر علي من خلال أسوي direct restorative procedure direct restoration direct restoration يعني restoration اللي أنا أشتغلها بالكلينك التي تخلص بجلسة واحدة اللي هي مثلا أني أنظف الصين وأخلي قبل amalgam بجلسة واحدة هذا يسحولها direct اللي هو dentist يشتغلها مثلا أنظف الصين وأخلي رأسا composite هذا يسحولها direct restorative procedure تمام the sequence of the treatment within the disease control phase أنه disease control phase أنه أسيطر على disease الموجود is decated by frequency duration severity of the disease process مثلا شون أبلش severity of the disease process مثلا most symptomatic tooth the tooth within the deepest lesion or the most debilitated tooth is restored يعني شون أبلش أنا إجاني patient أخذت من عند الهيستري كملت لل clinical examination وبديت أسوي لل treatment plan مثلا ما أتي قلنا أكو أسباقية وأكو أولوية مثلا هو إجاب عنده هواي أسنان محتاجة إلى علاج بس أنت بيش تبلش له تبلش له بالسن اللي مثلا عندك بي ألم يعني هو إجاب على متسن عنده ألم مثلا ماذا يخلي نام بالليل هذا لازم هو إلى الأولوية هذا اللي أنت تبلش به مثلا مو شرط ألم مثلا أنا عنده هواي أسنان به dental karees أنا أختار أكثر سن متأذي اللي هو بي deep legion هذا أبلش به يعني وهكذا الأسبقية مثلا aesthetic need يعني مثلا إذا ما عنده ألم بس عنده أسنان الأمامية به dental karees طبعا إلها الأولوية أنه أنا أصلح للأسنان اللي هي بالأستاتيك زون طبعا effective use of the time على الTIME ماتي أنا أشتغل